قبل ساعات قليلة أعلنت ميليشيات الحوثية الانقلابية أن المملكة العربية الصعودية نفذت الساعات الماضية عملية عسكرية جوية وبرية ضد الميليشيات في محافظة سعاد الحدودية مع المملكة وقالت قناة المسيرة النطقة باسم الحوثيين إن الجيش الصعودي شن قصفا مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع وتجمعات تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية شاد الحدودية وضفت أن مقاتلة التحالف لدعم الشرعية بقيادة الصعودية شنت هجمات وسلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقة بمديرية كتافة في صعبة ويأتي ذلك بعد مغدرة الوفد العمني العاصمة اليمنية صنع بعد نحو أسبوع من البحثات مع الحوثيين دون إحراز تقدم لوقف إطلاق النار في اليمن وبعد هذه العملية العسكرية مباشرة أكد القيادة في جماعة الحوثية اليمنية محمد علي الحوثية لحظة أن نجاح مساعي السلام والتي تبدلها سلطنة عمى لإيقاف الحرب في اليمن مرهون بجدية دول التحالف والذي تقوده الصعودية في التوصل إلى اتفاق مشيرا إلى دراسة عرض مقدم من دولة شقيقة لم يسميها وقال الحوثي عبر حسابه على تويتر وما تقوم به مشكورة السلطنة من مساعي سلام متوقف على موافقة دول التحالف وجديتهم للخروج باتفاق قابل لتنفيذ واضح يعوض ضرر الشعب ويصنه مع من يملك قراره حرب وسلم ولا يكون صوريا كما هو حال اتفاق الرياض وبالنسبة لما أعلنته إحدى الدول الشقيقة عن استعدادهم لدعم أي حوار في المنطقة فمطروح للدراسة الأزمة اليمنية تشتفها ذي الأيام تحركات دبلوماسية أممية ودولية وأمانية مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف اتلاق النار ورفع القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة والذي تديره جماعة الحوثي غرب اليمن وإلغاء الحضر الجوي على مطار صنعاء الدولي والذي تقتصر رحلته منذ أغسطس آبل 2016 على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية خاصة في إصال المساعدات وذلك تمهدا لاستئناف مفاوضات سياسية تفضي إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو سبعة عوام من جانبه قال توركي الحمد لو لا الدعم السعودي لربما أصبحت مصر عزبة فارسية يعيث فيها الإخوان فسادا فقد رأى المحلل والكاتب السعودي توركي الحمد أنه لو لا الدعم السعودي لمصر عقب الإطاحة بالرئيسي الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لربما أصبحت مصر عزبة فارسية يعيث فيها الإخوان فسادا على حد تعبيره وجاء تصريح الحمد عبر حسابي على تويتر تعليقا على تغريدة عن لقاء الرئيس المصري عبد الفتح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصورة لقبلة السيسي على رأس العائل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارة دعم إلى مصر في العشرين من يونيو عام 2014 وقال توركي الحمد لو لا الدعم السعودي لمصر في تلك الأيام العصيبة لربما أصبحت مصر عزبة فارسية يعيث فيها الإخوان فسادا والتوتر الطائفي على أشده ووضعوا مسيحي مصر في الدرك الأسفل من السؤ خدوها قاعدة لشوذرها إذا دخل الإخوانه والفرصة وهما معا بلدة أفسدوها وجعلوا كل أهلها أذل وكان الكاتب عبدالله المدني قد ذكر في تغريدتنا أن السيسي يلتقي أمير محمد بن سلمان بشرم الشيخ على بعد أيام من الذكرى السنوية لقبلته التاريخية على جمين خادم الحرمين الشريفين الراحل في الطائرة الملكية والتي أصر جلالته أن تتوقف في القاهرة رغم مرضه كي يهنئ مصر وشعبها وجيشها على إفشالهم لخطة الإخوان ومؤامرة الخريف العربي الأوبامية